الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا أصرف أنا برحمتك شر ما قديت فإنك تقدي ولا يقدى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما هديت ولك الشكر على ما أعطيت اللهم قصم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين مآسيك ومن طاعتك ما تبلبنا به جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وكواتنا أبدا ما أبقيتنا وجعله الوارث منا وجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلت علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراهنين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خذي الدنيا وأذاب الآخرة وأجرنا من خذي الدنيا وأذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تكواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك فئل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أوردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يكربنا إلى حبك اللهم إنا نعوذ بإرداك من سختك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نخسي سماء عليك أنت كما أثنيت على نسك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسأى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضائك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نسك أو أنزلته في كتابك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استاثرت به في علم العيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وقمومنا وصائقنا وقاعدنا إلى ردوانك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم وذكرنا منهما نسينا وعلنا منهما جهلنا ووزكنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرديك عنا برحمتك يا رحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم قدعنا الدين وأقين من الفقر اللهم رحمتك نرجو فلا تقلنا إلى أنفسنا ترفة عين واصله لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما ألمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا ألمت الحياة خيرا لنا ونسألك هشيتك في القيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الرضا والقضب ونسألك القصد في الجنى والفقر ونسألك نعيما لا ينفض وقرة عين لا تنقطئ ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برد الأيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم وزينا بزيلة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين يا أرحم الراحلين اللهم إلا نسألك علما نافئا ورذكا طيبا وعملا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحلين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وذمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحيدين في كل مكان اللهم من أرادنا وأراد دينا بسوء فاشقله في نسه وجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين اللهم من أرادنا وأراد دينا بسوء فاشقله في نسه وجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين اللهم انصرنا على عدائنا اللهم اكفنا شر عدائنا اللهم اجعل قيدهم في تضليل وجعل قيدهم في نهورهم اللهم شتت شملهم اللهم مزق حزبهم اللهم صلت عليهم ما يشغلهم عنا اللهم انت عالموا بآدائنا منا وانت على نصرنا لقدير فانصرنا عليهم يا رب العالمين فانصرنا عليهم يا رب العالمين اللهم اكفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اكفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اكفر لهم ورحمهم اللهم اكفر لهم ورحمهم اللهم اكفر لهم ورحمهم وعافهم وافعنهم وتجاوز عن سيئاتهم وأكرم نزلهم ورسل مدخلهم واكسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الظنوب والخطايا هذا ينكى الثوب الأبد من الدنس اللهم جازهم بلهسنات إسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا واكفل لنا ورحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه ورحمتك يا رحم الراهنين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة آي وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما اللهم اكفل لنا ولأبائنا وأمهاتنا وأذوي أرهامنا ومن أوصانا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك برحمتك يا أرحم الراهنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا أذاب النار وادقنا الجنة مع الأبرار اللهم إنا نسألك الهدى والطقى والعفاف والقنى يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طواتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على إيمانك برحمتك يا رحم الراحمين ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوءنا وسجودنا وصدقاتنا وقرباتنا ودأواتنا برحمتك يا رحم الراحمين اللهم ععد علينا شهر رمضان أقواما عديدة اللهم ععد علينا شهر رمضان أقواما عديدة وأزملة مديدة واجعلنا فيه من المرحومين ولا تجعلنا فيه من المحرومين اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت زلاته برحمتك يا أرحم الراهنين اللهم رحمتك نرجو ولا تقلنا إلى أنفسنا طرفتين واصله لنا شأننا كله لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصله لنا شأننا كله ولا تقلنا إلى أنفسنا طرفتين اللهم اعتك ركابنا من النار اللهم اعتك ركابنا وركاب آبائنا وأمهتنا من النار اللهم باعد وجوهنا عن النار اللهم باعد وجوهنا عن النار اللهم بائد وجوهنا عن النار اللهم جعلنا من أتقاء رمضان اللهم جعلنا من أتقاء رمضان برحمتك يا رحم الراحمين اللهم إلا نسألك لجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل برحمتك يا رحم الراحمين رب اغفر ورحم وأنت خير الراحمين رب اغفر ورحم وأنت خير الراحمين رب اغفر ويحم وعمت حير الراحمين ربنا لا تزق قلوبنا لا لإذ هديتنا وأهلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهابة إنك أنت الوهابة اللهم إلا نسألك دعاء المساكين ونرجوك رجاء الخائفين رجاء من كثرت زنوبه وقلت حصناته فلا تردنا خائبين فلا تردنا خائبين ولا أنبابك ما ترودين فلا تردنا خائبين ولا أنبابك ما ترودين لرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك أفون تهب لأف وفافعنا اللهم إنك أفون تهب لأف وفافعنا اللهم إنك أفون تهب لأف وفافعنا ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو اغطانا ربنا ولا تهمل أيناء إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفل لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معظوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا مترودا برحمتك يا رحم الراحمين اللهم ما سألناك من خير فآتنا وما لم نسألك فابتدئنا وما كفوت عنه آمالنا من الخيرات فبلغنا برحمتك يا رحم الراحمين